السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم موضوعنا عن البروكسي ما هو البروكسي؟ البروكسي يستطيع أنه يساعدك في تسريع التصفح عن طريق جلب البيانات أو حفظ البيانات اللي احنا نسميها Catching Data نفس الوقت هو يعتبر HTTP Firewall زين كيف نفعل هذا الشيء؟ نذهب للميكرو تيك ومن قائمة ال-IP عندك ال-Web Proxy في ال-Web Proxy هلاحظ أنه هو Disable هعملها Enable بإضافة هذا الصح ال-Port هو 8080 ما عندي مشكلة فيها هذا عملها... أوكي أوكي بهذا الشكل زين شو الأشياء اللي ممكن أغيرها؟ الباقي زين ممكن أنا أحافظ عليها مجرد أنه أنا أعمل لـ Enable لأكثر لأقل محتاج شي أخر فهذا الفكرة أنه أعمل Apply أوكي أوكي يستخدم لما تريد أنه تسرع الأنترنت كذلك ممكن تعمل أنت Transparent Proxy الـ Transparent Proxy استخداماتها لما تريد تعمل configuration إضافي للبراوزر حتى يستخدم الـ Proxy ونفس الوقت الـ Transparent Proxy يسمح لك أنه أنت تعمل الـ Direct لكل الـ User أوتوماتيكيًا لـ Proxy معين فهي ليست فقط أنه لـ التسريع أوكي ليست فقط للتسريع يعني لو رجعنا أغيرت للأخرى ليست هي فقط للتسريع وإنما ممكن تعملها Transparent Proxy هتتعمل Transparent Proxy كيف أستخدمها؟ طبعاً مفروض من عندك أنه تعمل رول هذا الرول تذهب من الـ Firewall من الـ Firewall تذهب لي الـ Nat في الـ Nat تغير الـ Chain إلى Destination Nat لأنه هما الناس حيأخذ الـ Web Proxy يفيدك بشنو؟ يعني أنت ممكن تسأل كيف أنت استخدمت Destination Nat؟ ليش ما استخدمت Search Nat؟ هو راح يخزن الـ Data اللي أنت بتطلبها بمعنى هو راح يخزنها لما بترجع الـ Data إحنا قلنا لما يرجع للـ Router هذا معنات Destination جميل نفس الوقت الـ Protocol بدك تستخدمها مدام ويب إذن TCP أيضاً Destination Port يحتاج أنه أحدده فلتكون 80 حتى أسمح أنه تمر حتى أسمح أنه تمر بالـ Proxy أنا فعلت لكن لازم أسمح له أنه يمر بالـ Proxy هنا أنا هختار عندك الـ Redirect أوكي من الـ Redirect الـ Port اللي حستخدمه هي 8080 لأنه إحنا لاحظنا في الـ Proxy هي كانت الـ Port 8080 إذن Destination Nat هيحتاج إلى الـ Transparent Proxy والـ HTTP Traffic مفروض من عنده يتعمل لـ Redirect للـ Router حتى يستطيع أنه يعمل لك Cache دعنا نعمل Apply هالحالة احنا عملنا الـ Action مرتنا لاحظ Redirect هذا بهالشكل أوكي Redirect إذن الـ Proxy راح يدخل من ضمن filtering لـ DNS name أي كل الـ DNS name حيوفر لك حيوفر لك option أنه أنت تعمل filter لـ DNS name أضف إلى ذلك تقدر تعمل Redirect لـ Page معين يعني مو شرط أنه أنت تعمل لكل الـ Internet لا فقط تعمل كاش من موقع معين فقط الـ HTTP Firewall فيك مثلا لو ذهبنا إلى الـ هنا هذا الـ Setting أوكي في عدنا من الـ أوكي ويبروكسي عدنا الـ Win هو كان موجود تاةةةةةةةةة مكان هنا إنسان زين كاتش هذا الرنينغ حاليا يشتغل لا هي موجودة في مكان أوكي الإسطار لكي تعمل السغير إذا بالطبع أه هاااا وينك أنت وينك أنت هو كنت أريد أضع رول اللي هو لحظة status لحظة status lookup, insert, refresh لا هذا ما بيها في شيء طبعا هنا يقولك maximum catch size ممكن تتحدد size يدويا وممكن تعمل catch على الديسك طبعا هذا كله أنت لازم تخليف الحزبان أنه هذا سيأخذ مساحة أضف إلى ذلك أنه ستحتاج لك رامات عالية لأنه لما تخزينه بالهارد سيبحث لازم بالهارد أولا بعد ذلك يذهب للأنترنت في حالة عدم موجودها فهنا نستطيع أن نفعل أكوفد شما بالبروكسي هنا parent destination أحنا هذا أخذناها عملناها في عدنا زين أفرنا هنا هي موجودة http خليني شوف التايم حتى لا داخل كوي خليني نوقف هنا لحد ما أدور على اللي أنا أريده حتى أقدر أعطيك للفكرة لهنا أحنا نقول لكم مع السلامة شكرا شكرا شكرا